الله أكبر الله أكبر وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا كيل والميزان ولا تبخسوا الناس رشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاعها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصفون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المرسلين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير حاكمين قال الملك الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذوا من نخل من نخلا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فيه التي كن بعد إذ نجعنا الله منها وما يخون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالشق وأنت خير الفاتحين فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فاقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ولصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ونفى الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرشمال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا في القرية من نبي إلا أقضنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عثوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمروا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلنا أن لون شاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى لقصوا عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعده النوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فوضع كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سمع الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم التين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال موسى يا فرعون رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معيب الإسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فيذا لي فحبان مبين ولزع يده فيذا هي بيطاء للناظرين قال الملؤون قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أنكم نحن نلقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعدل الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن تلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبقل ما كانوا يعملون فغلبوا هلالك وانقلبوا صاغرين وأوقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرحين آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لبكره نفعتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلك من خلافهم ثم لو طلبنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا منقلبون وما تنقل منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المأضوب عليهم ولا الضالين وقال الملأ من قوم كرعون أتذر موسى وقومه ليبسلوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ولا استحمي نساءهم وإلا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لا ليورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين